موسيقى السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام هل تصدق أن السماء أمطرت أسماك بكميات كبيرة في بلدان عدة؟ هذا ما حدث بالفعل يعتبر هطول الأمطار والسلوك من المظاهر الطبيعية في فصل الشتاء الذي ينتظره الكثير من الأشخاص لعيش هذه الأجواء الرومانسية الحالمة أو لروي الأراضي الزراعية وغيرها من فوائد سقوط الأمطار لكن هل تتوقع في يوم أن ترى أسماك تتساقط من السماء؟ لطالما اعتدنا أن نرى الأسماك في البحار والأنهار ولكن لم نعتد أبدا أن نرى السماء تمطر علينا أسماء من أحد غرائب الطبيعة حين تمطر السماء بالأسماك بالفعل فقد شهدت العديد من البلدان سقوط أمطار من الأسماك من السماء بكميات كبيرة وتفسر هذه الظاهرة علميا بأن الرياح القوية الموجودة في الأعاصير لديها القدرة على رفع أي شيء من الأرض سواء أشجار أو بيوت أو حيوانات أو الإنسان فتقوم هذه الرياح بسحب كميات كبيرة من الأسماك سواء من البحار أو البحيرات والأنهار إلى السماء وقصفهم في مكان آخر من السماء على هيئة أمطار من الأسماء وتسمى هذه الظاهرة بالشاهقة المائية أو العمود المائي وهو عبارة عن عمود من الهواء مختلط مع المياه على شكل كتلة سحابية عمودية تتكون عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة ويتشكل العمود الضوار فوق المياه ويرفع الأسماك بالماء إلى السماء ثم تقوم الرياح بنقله إلى مكان آخر على هيئة أمطار من الأسماك وسنرى في هذا الفيديو تلك اللحظات التي أنطرت فيها السماء الأسماك في شهر مايو عام 2016 افترشت شوارع قريتين بالهند بالأسماك بعده طول الأمطار المحملة بالأسماك وسط دهشت المرة وكانت الأسماك قد سقطت من السماء على الحقول الزراعية والشوارع المحيطة وقد كانت معظم الأسماك طازجة وسارع السكان في التقاط أكبر قدر ممكن من الأسماك في أكياس ومرها بالماء للمحافظة عليها حية للاستفادة منها وأكلها فيما بعد في 16 مايو عام 2017 تفاجأت طلبة مدارس في المرحلة الابتدائية بمدينة في ولاية كالفرونيا الأمريكية بوجود أسماك كثيرة منتشرة على الأرض وعلى أسقف المدرسة ما أدى إلى فزعهم وقال العلماء وجود هذه الأسماك بهذه الطريقة جاء من المسطحات المائية القريبة والسبب في ذلك هو وجود عاصفة قوية في 26 ستمبر عام 2017 شهدت مدينة تنبيكو شمال شرقية المكسيك سقوط وابل من الأمطار مصاحبة بأكوام من السمك الصغير وكان المطر قد بدأ يهطل وفجأة بدأت أسماك صغيرة بالتساقط من السماء في نوفمبر عام 2017 طلق سكان إحدى القرى غربي سريلانكا مفاجأة مفرحة عندما أمطرت السماء أسماك صغيرة على قريتهم وسقطت الأسماك خلال العاصفة يعتقد أنها رفعت تلك الأسماك من أحد الأنهار بفعل الرياح العتية وقد سمع سكان القرى أصوات سقوط أجسام سقيلة أثناء العاصفة وفجؤوا عندما رأوا كميات من الأسماك على الأرض وكانت بعض الأسماك حية عند سقوطها فصارعوا في إلتقاطها سريعا ووضعوها في الماء ليتناولوها فيما بعد في يونيو عام 2015 تفاجأ سكان مدينة في ولاية ألسكا الأمريكية بسقوط أسماك من نوع مصاص الدماء من السماء مما تسبب في إخافة السكان وكان الجميع مرعوبين من هذه الأسماك ذات المظهر الغريب التي يضم فمها من خمسة صفوف من الأسنان الحادة وتساقط عدد كبير منها الميت والحي بجميع أنحاء المدينة قال العلماء في نهاية المطاف أن تلك الأسماك كانت قادمة من القطب الشمالي ويعتقد أنها سقطت من السماء بسبب طيور النورس التي كانت تحملها في بلدة نائية صغيرة في استراليا كان السكان عاجزون عن الكلام عندما شاهدوا الأسماك تتساقط من السماء عيث شهدت البلدة عاد السكوط الأسماك ثلاثة مرات في سنوات مختلفة وكانت الأسماك المتساقطة صغيرة الحجم وسقطت حيا رغم وجودها في الهواء لعدة ساعات قبل سكوطها وكان أقرب مسطح مائي على بعد 480 كيلو مترا وكالعادة كان السكان المحليين في كمة السعادة بذلك الطعام المجاني في الثامن عشر من يناير عام 2012 شهد سكان أحد المقاطعات في الفلبين سكوط أنطار من الأسماك صغيرة الحجم عليهم والغريب في الأمر أن هذه المقاطعة غير ساحلية وبعيدة تماما عن المسطحات المائية وأقامت السلطات بجمع الأسماك لفحصها ودراسة ما حدث ووجدوا أن الطاقس هو المتسبب في الحدث مقاطعة يورو في الهندراس هي المكان الوحيد في العالم الذي يحدث به سكوط الأسماك من السماء سنويا منذ أكثر من قرن وينتظر السكان كل عام موعد سكوط السمك من السماء عيث ينتظر السكان العواصف في شهرين مايو ويونيو من كل عام لجمع الأسماك ويخزن تلك الأسماك لكي تكفيهم أطول فترة ممكنة فيلاحظ الأهالي ظهور غيمة سوداء كبيرة في السماء يتبع برق ورعد ورياح قوية ومطر غزير لمدة ساعتين أو أكثر ثم بعدها تصبح الأرض مفروشة بالأسماك التي يأخذ الأهالي معهم إلى البيت لطبخها وأكلها المسؤولة المعتاد عن حادثة سكوت الأسماك من السماء هي الأعمدة المائية ولكن تختلف أحيانا أنواع الأسماك من عام لآخر بسبب مجيء الرياح من أماكن مختلفة من المحيط ولكن سكان يورو لا يصدقون هذا حيث يؤمنون أن ذلك حدث إلهي ليوفِّل لهم احتياجاتهم من الطعام وأصبح أهالي الهندوراس يحتفلون بهذا اليوم سنويًا وأطلقوا عليه اسم مهرجان مطر السمك شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لكم